موسيقى شهدين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار خاص نحاور في هذه الحلقة شابة رغم حداثة عمرها الا انها تنقلت في عدد او بين عدد من المنظمات الحقوقية الدولية مسؤولة حقوقية كانت شاهدة على عملية مجزرة فض رابع العدوية في الرابع عشر من اغسطس الماضي لم يتوقف الامر على متابعتها ومشاهدتها بل كانت هي الاخرى واحدة ممن طالتهم اعتداءات الشرطة في هذا اليوم هذه الشابة هي من تقدمت بشكوى عاجلة للامم المتحدة حول الاعتقال التعسفي للرئيس محمد مرسي وفريقه الرياسي وقد صدر بالفعل بناء على هذه الشكوى قرار من المنظمة الاممية يطالب بالافراج الفوري عنه ضيف هذه الحلقة الاستاذة سلمة اشرف مسؤول الملف المصري بمنظمة هيومان رايتس مونيتور سيدة سلمة اهلا بك اهلا بك بداية نحب نتعرف على منظمة يومان رايتس مونيتور طيب هي المنظمة مهتمة بحصر جميع الانتهاكات من قتل وتعذيب اختفاء قصري واعتقال تعسفي وايضا القتل خارج نتاق القانون المنظمة حديثة العهد هي انشأت في نهاية 2013 ومقرها في لندن ولها فروع اخرى في مصر وتركيا واليمن نعم هل هي تهتم بالشأن الحقوق العالمي ام انها فقط مهتمة بشأن المصري فقط لا لا في الشرق الاوسط تغطي الانتهاكات في الشرق الاوسط ولكن لحداثة عهدها فنغطي الان بشكل اكتر تركيز على مصر ربما واكب انشاؤها هذه الاحداث وهذه الانتهاكات في مصر نعم ما حدا بكم الى ذلك يعني اللي حصل ان انا كنت باشتغل في بريطانيا وبعد كده انزلت لما حصلت اول انتخابات ديمقراطية علشان نعزز حقوق الانسان في مصر ونرأيبها ونبلغ عن الانتهاكات اللي بتحصل فيها فبقيت هناك مدة سنة ونص وبعد كده حصلت المجازر اللي حصلت في مصر واصبح استهداف الحقوقيين بشكل كبير يهددهم وتم اغلاق منظمات ومداهمة منظمات فبالتالي اصبح العمل صعب جدا فالتراشط الخروج خارج مصر والعمل من منظمة هومن رايتس مونيتور في بريطانيا المنظمة من اعمالها انها اصدرت تقرير عن الست شهور اللي حصلت منذ الانقلاب العسكري يدل على ان كل ما حدث هو جرائم ضد الانسانية ترتقي الا جرائم ضد الانسانية يرصد فيها جميع الانتهاكات اللي حصلت ضد النساء ضد الاطفال ضد الشباب من اعتقال وقتل وتعذيب داخل السجون تعذيب افضاء الى موت حرق جميع الانتهاكات الموجودة المنصوص عليها في الاعلان العالمي سنتحدث عن ذلك ربما بمزيد من التفصيل لكن نتحدث عن المنظمة ككيان ما بين المنظمات الحقوقية الدولية العالمية ما هو القدر الذي تتمتع به القانوني والسياسي والحقوقي على المستوى العالمي بين المنظمات العالمية هومن رئيس ووتش والامم المتحدة وغيرها هي منظمة حديثة العهد يعني وليدة تعتبر ولكن الخبرة اللي فيها مش قليلة قامت بالفعل في وقت قصير بإصدار تقارير والخبرة اللي لدينا مكتسبة من منظمات دولية هي اللي بتخلي الفريق اللي بيشتغل في المنظمة يصدر تقارير بشكل يعني بمستوى عالي الخبرة متجسدة في ماذا؟ في الآليات أم في الأشخاص الذين انتمونا لهذه المنظمة؟ في الأشخاص وفي معرفة كيفية يتعاملون مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واللجنة الأفريقية لحقوق الشعوب وفي التعامل عمتا يعني هم أشخاص هل الأشخاص هم المنتمين لهذه المنظمة ويعملون معها؟ يعني اللي هم زي حضرتك اللي هم المسؤولين في المنظمة اللي لهم خبرة قانونية أنت قلت أن لهم خبرة قانونية سابقة نعم جميعهم يعني من لهم سوابق في العمل الحقوقي والقانوني أو العمل الصحفي بحيث يصدروا قرارات أو تقارير أو بيانات صحفية تنشر ويبنى عليها أخبار تهم العالم نعم طيب يعني تحدثنا عن الخبرة السابقة وتحدثنا أيضا عن هذا الكيان الذي قلت أنه بالرغم من حداثة عمر هذه المنظمة اللي كانت في 2013 والذي وكبت تلك الأحداث والانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في مصر منذ الانقلاب العسكري كيف تتعامل مع المنظمات العالمية؟ هل لها تعامل مع يوم الريتس ووتش أو مع الأمم المتحدة مع نيستي؟ هذه المنظمات؟ يعني بالطبع هو منذ إنشاءها ونرسل شكاوي بشكل دائم للأمم المتحدة ويصلنا عليها رد من الأمم المتحدة وهو الموضوع ده يعني غالبا الأمم المتحدة بتتأخر شوية في الرد لكن الحمد لله بتستجيب بسبب تميز الشكاوي وأن هي بتحتوي على بالضبط الطلبات اللي بتطلبها الأمم المتحدة وأيضا بنكتب تقارير بتقدم يعني تراقب أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وتراقب ترسل تقارير للجنة مناهضة التعذيب وتقارير الاستعراض الدوري الشامل وأيضا رقبت الاستفتاء في مصر وقدمت عليه تقرير حول الانتهاكات التي تمت به ومدى قانونيته ومستمرون يعني في رصد الأحداث نعم ولعل هذا الخبر العاجل أيضا سيسفر عن سؤال سأسأله لحدك بعد إذاعة الخبر التحالف الواطن الدعم الشرعية بيدعو إلى مواصلة التصعيد الثوري والمقاومة السلمية المبدعة على حد وصفه كما دعا التحالف الواطن الدعم الشرعية إلى التظاهر بكثافة يوم الأحد المقبل في ذكرى موقعة الجمل سيد سلمة داي خلينا أسألك هل أنتم من الممكن أن تنبوشوا في ماضي الجرائم التي ارتكبت في مصر منذ الثورة حتى الآن؟ بالطبع نرائب ونشتغل مع منظمات تانية أخرى زي هيومن رايتس ووتش وأمنيستي والمنظمات الموجودة في مصر أيضا التي رقبت خلال هذه الفترة وبنقوم بعمل مقارنات بين ما حدث وما يحدث وبطريق التعامل المجلس العسكري خلال الفترة المجلس العسكري كان في فترة والآن رجع تاني وبنقرن بالضبط إيه اللي حصل وتفاعل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع هذه الأمور الأمم المتحدة للأسف كانت قالت أو أعلنت أن ما حدث في نبال مثلا هو انقلاب عسكري ولكن لم يكن لها رأيي في هذا الخصوص في مصر لماذا من رجعة نظرك؟ بدأت تعامل بهذه الكافية مع مصر لأن مصر لها وزن سياسي وفي حسابات الحسابات السياسية أيضا تؤثر جدا على الأمم المتحدة وقراراتها والمجتمع الدولي كذلك طيب إذن تبقى المنظمات الحقوقية العالمية والدولية حتى التي تصدر تقارير بشأن هذه الانتكات لن يكون لها أي تدعيات على أرض الواقع أو أي أثر إيجابي قد ينظر إليه المتظاهرون أو يدعم حركة المتظاهرين يعني شوف حضرتك كل منظمة وليها أيديولوجي أنا أول لما جيت أشتغل في أمنستي أول سؤال تسألته هل أنت ليكي باكراوند أو ليكي أيديولوجي أو كده وأنا استغربت جدا السؤال لأنه تضح بعد جدا أن كل منظمة أو كل منظمة كل كيان قائم بحد ذاته هو لي أيديولوجي فهما بيتصرفوا بالطريقة حسب حسابات معينة وحسب التمويل الذي يتلقونه وحسب ما يملي عليهم الغرب أو حسب مصالحهم كنت تحدثت أستاذ سلبة عن الانتهاكات التي ارتكبت في حق المتظاهرين منذ الانقلاب العسكري يعني الجميع أتحدث عن انتهاكات لكن آلية التوثيق هي لها تفرق يعني في قرار مثل هذه المنظمات وفي محاولة يعني التعرض الذين ارتكبوا هذه الجرائم للمحاكمات الجنائية الدولية لأي مؤسسة دولية هل لديكم آلية معينة للتوثيق بحيث لا تقبل الطعن فيها؟ نعم يعني احنا في خلال الست شهور اللي فاتت في منظمات أعلنت عن عدد معين مثلا من القتلى في خمس تلاف في ست تلاف في سبع تلاف ولكن احنا التقرير بتاعنا طلع ان فيه تلات تلاف قتلى على الاقل تلات تلاف قتيل ومعاهم شهادات الوفاة بتاعتهم معاهم تصريح الدفن معاهم التقارير الطبية بحيث يعني ما يكونش فيه أي مجل الشك لما نيجي نقدم التقارير الشكاوي للأمم المتحدة هي مقدمة بأدلة ولو طلب محامين أو نيابة أو أي أحد يريد التحقيق في الأمر فالقضايا حقيقية وموجودة طيب يعني بالنسبة للشهادات الوفاة وتصريح الدفن هذه من أي اتجاه حصلتم عليها هل الحكومة هي التي أعطتكم يعني هذه التصريح وهذه الوثائق وهل من السهل أن تتعاملوا مع الحكومة المصرية في هذا الشأن يعني حرية تدول المعلومات موضوع صعب حتى الآن في مصر نعم ولكن أنا سعيدة جدا بالمجتمع المصري اللي تغير تماما منذ صورة 25 يناير وبقى هو اللي يدور على أنه يجيب حق نفسه مجموعات من الشباب بقت في مصر يعني تقريبا تشوف كل الناس بتشتغل في حقوق الإنسان دلوقتي في مصر ما فيش حد بيسيب حق أخوه ولا جاره ولا يعني كل الناس بتنزل وتوسق في رأي كتير جدا موجودة على الأرض يعني الناس كلها شبكات مع بعض وكله بيبلغ وده شيء إيجابي جدا حصل في منذ الثورة المصري يعني أفهم من ذلك أنه ليست هناك صعوبات بتقابلكم في هذا العمل لا أكيد 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 يعني المواضيع بتتم بسرية أو بطريقة أنه حد يعرف حد فحد يجيب لحد ما توصل لطريقة معينة ولكن يعني محامين تقريبا أكتر من 300 تم اعتقالهم سواء كانوا في أعمالهم أو رايحين يوكلوا ويدفعوا عن موكليهم منهم الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود اللي هو أيضا عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز سواسية لحقوق الإنسان كيف يتم اعتقاله بهذه الطريقة أثناء دخوله إلى السجن بدون إصدار أمر اعتقال ولا أي شيء يعني فقط يتم القبض عليهم بطريقة عشوائية أيضا دكتور محمد البلتاجي عضو برلمان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومعروف بتاريخه في حقوق الإنسان أيضا تم اعتقاله يعني الاعتقالات تطول أي أحد وبلا تفريق بنت رجل امرأة كبيرة في السن وكذلك القتل يعني وصلت لدرجة الشرطة بتقتل الأمهات المسنات في بيوتهم حصلت الحادثة دي لأم واحد كانت السيدة محروسة كانت موجودة في بيتها وجدت الشرطة ابنها يعمل محامي ويدافع عن حقوق المعتقلين حاليا وجاءت الشرطة إلى البيت تبحث عنه فقامت بضرب أمي وسحلها بكعب المسدس على رأسها ضربتها بكعب المسدس على رأسها ففرقت الحياة يعني خلاص ما فيش أمان ولا في الشارع سواء نزلت مظاهرة تتقتل عادت في بيتك هتتقتل استخبيت برضو هيعتقلك وهتموت بالتعذيب الوضع بقى خطير ولازم أن كل المنظمات الدولية اللي فعلا مهتمة بحقوق الإنسان تطلع وتتكلم بدل من الصمت ده كلهم مدانين كل اللي يسكت الآن مدان لكن المنظمات هناك من تحدث هيومن رايتس ووتش تحدثت عن عنف مفرط في التعامل مع المتظاهرين في رابع العدوية والنهضة وغيرها الحرس الجمهوري وغيرها ماذا حدث بعد ذلك؟ يعني هي مجرد تقارير تصدر لا يكون لها أي تدعيات على أرض الواقع هيومن رايتس ووتش التقارير بتاعتها تقارير صحفية بحيث أن هي مش بتروح للأمم المتحدة مثلا أو تكون في شكل شكاوي أو تتناقش في مجلس الأمن لا يعني ما بيحصلش كده لكن التقارير التانية اللي احنا بنعملها هي هدفها أنه هو يتم جلب أي شخص ارتكب أي جناية من طبعا من الحكومة أو من السلطات الحالية الموجودة للعدالة يعني النهاردة ليه يتقتل سواء ميكروباس لأنه خبط في أمع كمين ليه يتقتل ليه واحدة تانية رايحة في المعتقل بتزور جوزها تتقتل يعني موضوع بقى هم متأكدين أن ما فيش فقصد أن ظاهرة العنف من قبل سلطات الانقلاب وقوات الأمن لم تعد تقتصر فقط على التعامل مع المتظاهرين أو الحركة الثورية فيه انفلات أمني وإفلات من العقاب وتأكد أنه مش هيتم محاسبة أي حد فبقى عادي جدا أنه هو أي حد مع سلاح الآن يقتل سواء من الشرطة أو شخص عادي يحمل سلاح يعني إحنا شفنا الممثل طريق النهري يمسك سلاح وماشي بيعادي ولم يتم بمحاكمته حتى الآن طيب يعني نحن نتحدث عن الانتهاكات أيضا أنتم نجحتم في تقديم شكوى لأمم المتحدة بأن الرئيس محمد مرسي معتقل تعسفيا ويجب الإفراج عنه نعم أولا منها الأثار القانونية المترتبة على نجاحكم في استصدار هذا القرار من الأمم المتحدة طيب أنا أولا بس أقول أنه اللي هي الشكوى لم تقدم من Human Rights Monitor وإنما قدمت من منظمة يعني كنتم أشتغل معها قبل أن أترك مصر وأعود إلى بريطانيا الشكوى يعني هي مجرد قرار الأمم المتحدة أن الاعتقال تعسفي هو بيقول أن مصر لا تلتزم بأي من القوانين أو المعاهدات الدولية وعندما يتم اعتقال الرئيس نفسه وفريقه الرئاسي وجميع المعارضين يعني بيبني على دين أن ما فيش أي حاجة بعد كده قانونية أو أن فيه أي التزام بأي شيء من المعاهدات أو المواصيق الدولية اللي مصر موقع عليها وبالفعل هي مصر موقع على عدد كبير منه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما هي أم هذه الاتفاقيات والمعاهدات اللي مصر موقع عليها ومن الممكن أن تجبرها على احترام هذه المعاهدات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اتفاقية منهضة التعذيب اتفاقية حقوق الطفل معاملة الحق في حماية كل الأفراد من الاختفاء القصري ومعاهدات أخرى ولكن في ظل الوضع الحالي في ظل النظام الحالي لا نجد أي احترام لأي من هذه المواثيق أو حتى الرد على الأمم المتحدة يعني الأمم المتحدة عندما تصلها شكوى تقوم بالتحقيق فيها وترسل إلى مصر الحكومة الحالية تخبرها بأنه هناك الانتهاك الفلاني فما ردكم عليها حتى لا تجيب على الأمم المتحدة فيجب وضع الضغط دولي وأن المصريين كلهم يخرجوا ويتكلموا ويعرفوا الدنيا كلها الانتهاكات التي تحصل بالنسبة لهم وما يقولوا أنه لا يوجد حد يهمه الذي يحصل ونحن الواحدين هو المفروض أنهم يتقعوا ويتكلموا لكل العالم سأل ما حديك ذكرتي أن منظمتكم منظمة هومن ريتس مونيتور بتشتغل بطريقة معينة عشان كلها تأثير على أرض الواقع في مثل هذه القضايا أشارتي مثلا إلى أن منظمة هومن ريتس ويتش هي تقارير صحفية ربما لا تكون ملزمة إذا ما صدرت لكن هل يعني ذلك أن هناك أليات عمل مختلفة للمنظمات الحقوقية بعضها عن بعض هل في منظمات حقوقية دولية عشان اللي سنتكلم عن المحلية لها حساباتها اللي ممكن تتأثر بالأراء السياسية والتوجه السياسي مثلا الأمريكي أو الأوروبي أو الغربي طبعا يعني هو ما ينفعش أكون أنا مثلا في نظام معين بشايف أن ده انقلاب وأنا ما أقولش عنه انقلاب أنه بيحصل قتل من قبل الشرطة ضد المتظاهرين وأنا أنفي ده فبالتالي هو حسب موقف كل دولة وحسب يعني كل يعني هو الأكتر هو أنه الدعم اللي بيتاخذ من الحكومات أو من الممولين هو اللي بيأثر على قرار المنظمات دي كل منظمة لها طريقة عمل معينة في منهم اللي بيهتم بعمل كامبينز حملات ومثلا يضغط بيها على البرلمانات الأوروبية في منهم من يقوم بكتابة تقارير صحفية ويغير في الرأي العام في منهم من يهتم بالعمل مع الأمم المتحدة في منهم من يهتم باللجنة الأفريقية يعني كل منظمة بتركز في طريقة معينة تشتغل بها ما رس الطمو من الانتهاكات حتى الآن يعني لو فيه إحصائيات بالعدد وبالتوقيت وبالنوعية هل لا تصنيف نوعي أم لا هل لا ديك ذلك؟ هو موجود كله في التقرير اللي أصدرناه لمدة الست شهور اللي فاتت عدد القتلى أكتر من 3000 منهم 45 بنت تم قتلها حتى الآن المصابين 7,235 المعتقلين أكتر من 21,000 المفقودين 341 بالنسبة العدد المصابين أو القتلى اللي اتنين دول بيزيدوا ما حدش بيعرف يعني ما حدش بيقدر يتوسق تماما من العدد لأنه في حد ممكن يكون مصابه بعد كده يستخبه لأنه عارف ان هو يتقبض عليه من المستشفى فيموت فيدفن دفنة عادية جدا مش كل حاجة يعني بنقدر ان احنا نتأكد منها فيه مصابين بيصابه مثلا بالخرطوش أو يصاب بطوبة أو كده برضو فالعدد ده يعني هو بالتقريب يعني عدد القتلى هي أكيد أن هي أكتر من اللي احنا رصدناه بكتير ولكن لصعوبة طريقة جمع المعلومات أو أنه تكون الدوكيومنت كلها موجودة وكاملة هو ده العدد اللي احنا قدرنا نرصده اعتقال البنات حتى الآن 500 معتقلين لا عفوا 650 معتقلين منهم 10% بس هم اللي خرجوا من بداية يعني دي فترة الرصد 6 شهور منذ بداية معتقلين دول شباو يعني كل بنات فقط 600 وكم 650 650 فترة في شهر يناير ديسمبر ويناير دول كانت أعمى ده طبعا اللي معتقلوا يخرجوا في نفس اليوم بسبب حصار أعضاء التحارف الوطن مع وداء العشرة في المئة دول بس بسبب الحصار الباقي لسه معتقلين فيه ناس حتى ما يتعرفش عنها أي حاجة فيه بنات من لسه من قضية مسجد الفتح موجودين لحد دلوقتي يعني فترة طويلة جدا ومسجد الفتح دي كانت 16 أغسطس حتى الآن موجودين أكتر من 6 شهور يعني فالانتهاكات مستمرة وفيهم بنات قصر الانتهاكات اللي بيتعرضوا لها اختبارات حمل البنات 13 واحدة تعرضت لاختبارات حمل 15 واحدة تعرضت لكشوف العزرية جميع الانتهاكات بيتعرضوا لها جوا السجن بيتضربوا بيتسحلوا بيتشتموا بأفضع الشتائم بيتحطوا مع الجنائيين بيقصر مع الكبار كل انتهاك تام لجميع الحقوق والمنصوص عليها في المواثيق والأعراف الدولية طيب بالنسبة لوضع المرأة على وجه الخصوص لأن هذا محور هام في الحقوق العالمية ومنظمات الحقوقية حتى في داخل مصر لطالما تشدقت بحق المرأة المصرية والفتاه المصرية وعلى رأسهم السيدة ميرف التلاوي والمجلس القومي لحقوق الإنسان ها هم لا يتحدثون ولا ينتقون ببنت شفه عن تلك الانتهاكات كيف يتم توثيق تلك الانتهاكات أيضا والتواصل مع تلك المنظمات يعني هل هناك تواصل بينكم وبين المنظمات اللي هي الخاصة بحقوق المرأة داخل مصر أو خارج مصر بعيدا عن الانتهاكات العامة يعني بتكلم على وضع الفتاة المصرية والمرأة المصرية والبنت المصرية والأخت المصرية لأنه ما فيش يعني فتاة من أي نوع سواء بنت أو أخت أو جد من طفلة بي بي لسبعين سنة كله بيتعرض لجميع الانتهاكات بلا شفقة ولا رقم وأصغر معطاقة لسه يعني ماريا كانت تأخذها 15 يوم مد حبس في منزومين تقريبا وأيضا تأجلت قضيتها مدة أسبوع بالظبط طيب انتوا لكوا توثيق لمثل هذه الحالات على وجه الخصوص ملف خاص الوحدة يعني احنا مهتمين جدا جدا بالمرأة أنا كسلمة يعني نصوية شوية فحاسة انه ان احنا هدفنا هو الدفاع عن المرأة بالذات اللي هي أثبتت ان هي عظيمة جدا يعني زي ما بيقوله بمئة راجل بتنزل في جميع المظاهرات علشان هي مقتنعة برأيها في حرية الرأي والتعبير المنصط عليها في الإعلان العالمي للحقوق الإنسان وبقية الأعراف الدولية مش بتخاف من الرصاص طول ما هي مصرة ان هي تجيب حقها بتنزل ولادها بتنزل زوجها يعني مثال رائع جدا ومشرف المنظمات النسوية أو المهتمة بالمواضيع دي هي للأسف الشديد طب قبل ما اتكلم عن نظمات النسوية لأني اهمني جدا الأرقام قرأنتوا وناس بتشتغلوا بالأرقام وبالعلم الحقوقي ده صح التعبير طبعا ذكرت لي إحصائيات خاصة بشأن العام ونتهكات العام سنعيده مرة أخرى ثم بعد ذلك نخصص إحصائيات أيضا خاصة بالانتهاكات للمرأة المصرية والفتاة المصرية حضرتك كنت سألتني سؤال عن تواصلنا مع المنظمات التانية لكنها من إحصائيات على ذلك الخصوص طيب دلوقتي بالنسبة لإنتهاكات العام اللي تم توثقها لكن العدد أكبر من ذلك بكثير البنات 45 واحدة أكثر من 45 واحدة أكيد قتلوا كان آخرهم سمية عبدالله لا يا عفوا كان آخرهم المرأة اللي قتلت في سجن العرب بسبب مشدة كلامية مع المجند 7235 مصاب لا 7235 مصاب 21 ألف معتقل نعم 341 مفقود تمام بالنسبة للبنات 650 معتقلين منهم اللي احنا متابعين قضيتهم دلوقتي بنات الأزهر 33 بنته وتلاتة في المنصورة أيضا وقضيت ماريا ودهب هي دهب معتقلة في السجون هي عندها 18 سنة من شبرة وهي حامل في الشهر التاسع تم ضربها وتعذبها بدون يعني بلا رحمة وبغض النظر عن حالتها الصحية هي مش عايزة تطلع هي كل اللي هي عايزة أن هي تروح تولد في مستشفى المعاملة سيئة جدا سواء من الجنائيات أو من السجنات عفوا دي حالة مين دهب دهب منين دهب دهب من شبرة شبرة حامل في الشهر التاسع حامل في الشهر التاسع ولا تنال أي رعاية لا بتتضرب بتتضرب وتتعذب ده كمان يعني مش رعاية طبية فقط بزبت متعذب زي عرفتوا حالتها وصلنا لها عن طريق منظمات عاملة على الأرض هم اللي وصلونا بها طب وإيه وضعها الآن؟ لا تزال معتقلة يعني البنات بتناموا على الأرض بيدولهم لبس خفيف جدا في الشتاء الأكل بتاعهم بيجبوه بيفتشوه بطريقة فضيعة جدا يقلبوه كده على الأرض ويلموه ويدهولهم تاني ما لهمش أي حقوق الجنائيات بيتعاملوا معاملة أحسن من كده ودول ما عملوش أي حاجة دول حبس احتياطي ليه تحط الاحتياطي مع الجنائي كله مع بعضه تحطهم في معسكرات أمن مركزي وتحطهم في أقسام شرطة هم عملوا إيه؟ يعني حيازة دبوس رابعة أو حيازة تليفون بكاميرا حاجات غريبة حيازة أر بي جي هتشيله إزاي في الشنطة طيب تحدثنا عن دور المنظمات الحقوقية النسوي كنت تودين التحدث عن هذا على وجه الخصوص طيب أنا كنت متوقعة طبعا أحدث كتير جدا في 25 يناير فتحدثت مع بعض المنظمات وقلت لهم إحنا عايزين نعمل شبكة معلومات ونتواصل مع بعض ونمد بعض بالمعلومات ما لقيتش أي رد إيجابي فقط استماع ما فيش أي حد رد المهتمين بالتحرش نزلوا التحرير بس ما نزلوش يشوفوا كل الأماكن ما فيش رصد كانوا فعلا دول شعب ودول شعب بالنسبة لمرفة التلاوي المجلس القومي للمرأة ما فيش تماما ما بيعملوش يعني كأن عملهم توقف منذ الانقلاب العسكري خطبناهم أكثر من مرة حتى كانت تلفزيونات قنوات فضائية تحاول التحاور معهم ويرفضوا تماما إذا كان الحديث عن الانتهاكات اللي بتحصل للمرأة فما فيش انتهاكات بتحصل يمكن لا تعتبر أن المتظاهرات نساء أساسا ولا بني آدم حتى يعني ما فيش خالص أنا مش عارفة هم إزاي يعني مفروض في الأمم المتحدة أو في المجتمع الدولي بالنسبة لأمم المتحدة يسحب منهم الإيكوسوك اللي هو الترخيص أو التصريح اللي بيمنح في هذا المجال مثلا أو الأي أو الأصدق الإيكوسوك الصفة الاستشارية الصفة الاستشارية طيب يعني هل هناك أوراق ضغط من الممكن أن نضغط بها من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية على منظمات محلية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق المرأة في مصر يعني بالنسبة للمجلس القومي لحقوق الإنسان إحنا كنا بنتابع الشغل بتاعه في فترة دكتور محمد مرسي وتابعنا كل طريقة عمله وهل هي متمشية مع مبادئ باريس ولا لا وقدمنا تقارير للأمم المتحدة بشأنه ولكن الآن رجع كل شيء كما يعني كأن فعلا ما حصلش أي تغيير ورجع بنفس الأعضاء اللي هي الطلب أن هما يتغيروا وتم اعتقال الأعضاء اللي هما من المعارضة يعني بقى المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مصدر انتهاكات أعضاء ومعتقلين دكتور محمد البلتاجي وأستاذ عبد المنعم عبد المقصود وما فيش أي حركة أو رد فعل منه ويرى الانتهاكات في السجون ولا يفعل أي شيء يرى يعني بأصامة تماما ما بقلوش أي لازمة وكذلك المنظمات الأخرى اللي على الأرض تحدثت أيضا مع أحد وحاولت أن نحن نخليهم يشتغلوا شوية في اللي بيحصل ده قالوا إحنا أسفين إحنا الوضع سيء جدا زي ما أنت شايفه ولو تكلمنا إحنا كمان هيتقبض علينا وبالتالي إحنا قاعدين عطلين قال لي كده عطلين لكن هل هذا يعني أنه ليست هناك أي منظمات حقوقية تمارس دورها الحقوقي في الحفاظ على حقوق الإنسان المصري أي أن كانت الخلافات سياسية لا لا من دخل مصر تماما لا يوجد يعني التقارير اللي كانت بتصدر من بعض المنظمات المصرية بعد القتل مثلا بعد أحداث الحرس الجمهوري أو بعد أي حدث حديث تشوفها وقد حدث قامت الشرطة بقتل معرفش إيه ولكن هم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وهم السبب في كذا وكذا وكذا يعني يبدو الرأي السياسي والمفروض أن هذه مركز ضحايا هناك مركز الشام مبارك مثلا بصدروا تقارير منذ الانقلاب العسكري وخاصة فضل ربع العدوية لهم جهود في هذا المجال يعني هل أنتم وكذلك المركز المصري للحقوق والحريات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عفوا يعني بس هو الشغل من العامة أو المنظمات الواضحة هو ضعيف جدا أو يكاد يكون غير موجود يعني ممكن التقارير تطلع بقول لحضرتك مسياسة المفروض المنظمة الحقوقية لا يكون لها أي رأي سياسي هي المنظمات كلها الآن تقاريرها مسياسة لدرجة أن منظمة كبيرة جدا مفروض في مصر ومن أقدم المنظمات أثناء الأحداث بتاعت 24 و 25 يناير أدانت فقط التفجيرات التي حدثت في أقسام الشرطة أو حولها ويعني غطت النظر تماما عن قتل كل هؤلاء الناس طيب إذا كانت هناك ازدواجية في المعايير من قبل المجتمع الدولي وغط الطرف من قبل منظمات الحقوقية المصرية في الداخل المصري عن تلك الانتهاكات إيه هي أوراق الضغط هذه المرة أخرى اللي ممكن منظمة Human Rights Monitor تتبعها هل من الممكن أن يكون مثلا التحرك السياسي الدولي زي هذا المد والحراك الثوري للتحالف الشعبي لمواجهة الانقلاب زي مؤتمر نهاردة في جنوب أفريقي هل من الممكن الاستعانة بدول محددة ترفض هذا الانقلاب ولها رأي واضح وصريح وليس ضمني وليس انتظارا للأحداث إيه هي التوجهات اللي ممكن تتجهونها لدعم تلك التقارير التي تصدرونها وتلك الانتهاكات التي ترصدونها طيب إحنا منظمة حقوقية وليست سياسية يعني إحنا بنشتغل على رصد مثلا الانتهاكات اللي حصلت في عهد مبارك دكتور محمد مرسي والانتهاكات التي تحدث الآن لا دخل لنا بإقناع أي دولة بإنها تتعاون معنا ولكن إحنا هدفنا الرئيسي هو محاكمة مرتكب الجرائم ويعني أنهم يقفوا أمام العدلة وأيضا مش عايزينهم أنهم يقفوا في محاكم غير عادلة ولكن أمام محاكم عادلة تصون حقوقهم كلها طيب هناك فريق قانوني دولي يرأسه طيب علي المحام البريطاني الشهير لملاحقة قادة الانقلاب العسكري الجنائية هل لكم تواصل مثلا مع هذا الفريق القانوني؟ على الأقل أنتم تقدمون له يعني أنتم تساعدونه أو هو من الممكن أن يواجهكم هذا أيضا مسار قانوني وليس سياسي نعم لكن هم لو طلبوا مننا حاجة توثيقات أو كذا هل طلبوا؟ نعم قدمت لهم أي طيب؟ توثيقات الشهداء بالفعل الشهداء معهم أو معهم الدوكيمنتز طاعتهم كاملة اللي هي تقدم أمام المحاكم الدولية ويعني هم يستطيعون أن يسيروا في هذا الموضوع وأيضا بالنسبة للخيار الثاني والمحكمة الأفريقية طيب أستاذ سلمة الضغط في موضوع حرائر الإسكندرية أعتقد وصل إلى نتيجة وصح يعني ما زال الأمر معلقا ويقولون أنه لابد من الحصول على البراءة التامة وقف تنفيذ الحكم هذا ليس ببراءة تامة ويعد في طياته اتهام لبنات حرائر عبرنا عن رأيهن في الشارع الإسكندراني المعروف بسخونته منذ بداية الأحداث ورفضا للانقلاب العسكري يعني برأيك لماذا لم يتم الضغط بمثل ما تم الضغط به مع حرائر إسكندرية في موضوع بنات المنصورة الثلاثة وذهب في شبرة وغيرها إيه المؤثرات المختلفة في موضوع عن آخر؟ هم بنات إسكندرية كانوا أول حدثة من نوعها بالمنظر ده بنات قصر وكله على بعضه اتاخد وتحطوا أحكام قاسية جدا فوقتها كانت هي تقريبا الحدثة الوحيدة الفضيعة جدا فلاقيت كل المجتمع مهتم بيها بس هو دلوقتي وكان فيه نوع من يعني مش استخدام السلاح المفرد بالطريقة دي فالمجلس العسكري أو الداخلية اتفاجئت برد الفعل ده فاضطرت أن هي تخرجهم زي برضو ولكن ما أسقطتش عنهم مثلا التهم خرجتهم بكفالات بالنسبة للبنات التانين اللي بيطلعوا بسبب حصار الأقسام أو كده هي بتسئل الداخلية والجيش بيستخدم أقصى درجات العنف مع المتظاهرين علشان يعني يخليهم ما يقدروش أنهم يعملوا أي حاجة تانية غير أنهم يكونوا مشغولين بالأحداث اليومية من القتل والتعذيب وكده لكن في منظمات بتهتم أن هي تشتغل فعلا الواقع على الأرض أنه الناس بقت تشتغل عمل حقوقي يعني كل الناس بقت تشتغل فيه ناس تطلب استمارات تملاها وتبعاتها للأمم المتحدة ناس تطلب تشوف إزاي تقدر تتواصل مع المحاملين الدوليين ده شيء إيجابي جدا الحمد لله إحنا أيضا المنظمة بتاعتنا ليها هوتلاين ليها إيميل لإرسال الشكاوي عليه اسمه complaints at humanrightsmonitor dash dot org complaints at humanrightsmonitor dot org مرة تالتة معزراتها complaints يعني شكاوي at humanrights dash monitor dot org فمكتوب بالفعل مباشرة على أمام المشاهدين لمن يريد أن يتواصل معكم طيب يعني ربما سنعرج على شهادتك ومشاهداتك لما حدث في فضل اعتصام رابع العدوية ولكن يبقى السؤال واحد أهم ما توصلت إلي منظمة humanrightsmonitor في رصد هذه الانتهاكات في صورة أيضا إحصائية يعني ما تودينا أن تقولينه ولم نسأل عنه طوال هذا الحوار اللي عايزة أقوله برضو أنه تم اعتقال القصر والأطفال في سابقة من نوعها يعني بأعداد ضخمة جدا وصلت ل76 76 طفل أخرهم سعد القمحاوي وهو أول طفل يصدر ليه قرار اعتقال دي عمرها ما حصلت يعني طبعا الأطفال بغض النظر عن اتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة لإدارة شؤون الأحداث وكل القواعد والاتفاقيات الدولية بيتم تجاهلها ولكن ما وصلتش لدرجة أنهم يصدروا قرار اعتقال يعني فيه استخفاف تام بكل المواثيق الدولية باعتبر أنه هو مش هيتم بمحاسبتهم عشان كده الناس الأرض هي الناس هي اللي هتجيب التغيير هم اللي هتجيبوا حقوق نفسهم عشان كده كلهم لازم يتكلموا 76 طفل معتقل أخير هم طفل أحدك ذكرت سعد القمحاوي سعد القمحاوي صادر له قرار اعتقال نعم غريبة وراحوا جابوه من بيته وقابدوا عليه سعد القمحاوي لأسينه كم سنة سعد القمحاوي 17 سنة 17 سنة طيب مصادر معلوماتك يعني 76 طفل معتقل هل هي مثلا مصدر معلومات من إدارة السجون أم من أهالي المعتقلين لا العدد أنا متوقع أنه هو أكبر بكتير ولكن ده اللي بيتم ده اللي بيجي لنا من الناس من الأرض نفسهم من المكتب التوثيق اللي على الأرض الموجود اللي بيجمع الشكاوي دي وبيبعتها لنا إحنا بنقوم بجرد بنقوم بعمل إحصائيات وطلع منها أنه هم في 76 بالنسبة للأحداث اللي فاتت يوم 24 ويوم ويوم 25 يناير تم اعتقال 17 تم عفوا قتل 17 شخص في يوم 24 و75 على الأقل في يوم 25 يناير عدد طبعا بتتزايد وزارة الصحة حطت المجموع أنه هو 62 شخص بس نعم يعني دايما تطرير وزارة الصحة هو بيقول لنا هو أقدم بلاغات ولا لأ بيديلنا التفاصيل بيكون فيه ناس متابع معي على الأرض بيقدم صورة البلاغ في القسم الفلاني بالزبط أنتوا إزاي بقى دا على أرض الواقع بتأكدوا منه قدامك ورقة وبعد تهالك أنه هو فيه فريق موجود في مصر بالفعل فيه فريق يعني مش الناس بس هي اللي بتشتغل الناس بتشتغل وفيه فرق مكونة على الأرض بتشتغل في التوصيق نعم أيضا بالنسبة للبرلمانيين حصرنا 60 برلماني تم اعتقالهم وقدمت بيهم Human Rights Monitor شكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة أن اعتقالهم تعصفي وبيتعرضوا للتعذيب ويجب الإفراج الفوري عنهم هم الستين دول بس من مية وتمانية متوقعين أنه ممكن يكونوا فيهم ولكن ده العدد اللي احنا قدرنا نوصله مية وتمانية اللي هم إيه مية وتمانية اللي هم أحزاب سياسية سياسية ذات خلفية إسلامية أو مثلا إخوان يعني مية وتمانية معتقل ذو مارجعية أو أحزاب سياسية منهم ستين برلماني تم اعتقالهم تطالبون الأمم المتحدة البرلمانيين مية وتمانين مية وتمانين ولا مية وتمانية مية وتمانية عفوا هم مية وتمانية اللي عدد اللي احنا متوقعين أنه هو موجود ولكن اللي تم حصره حتى الآن ستين لصعوبة أيضا الحصول على همتم متوقعين أن عدد البرلمانيين من المرجعيات الإسلامية يوصل مية وتمانية لكن اللي متأكدين منه ستين برلماني ستين برلماني كلهم دول ينتموا إلى الإخوان المسلمين تقدمتم بشك وعاجلة للأمم المتحدة حولهم وحول ظروف سجنهم وما يتعرض له أهلهم وزويهم عند الزيارة وجميع الحقوقهم المهدرة منهم مضربين عن الطعام طبعا موضوع الإضراب ده زاد بشكل كبير الفترة اللي فاتت وفي ناس مستمرة في الإضراب حتى الآن في سجن الزأزيق وفي استقبال طرع هل ترصدون لمحاكمات الدكتور مرسي وطريقة المحاكمة؟ طبعا يعني هي محاكمة الدكتور مرسي من أولها لآخرها لا ترتقي إلى أبسط حقوق العدالة المعايير الدولية للمحاكمة العدلة تم فيها انتهاء جميع حقوقه يعني آخرها أنه هو يجي وهو مش شايف اللي قدامه أو معزول عن العالم إخفاءه القصري في أماكن غير معروفة منع الاتصال عن أهله ومحاميه زي واحد ما يكونش ليه محامي أو يقدر يعد معاه أو يقدر يدفع عن نفسه ليه هو يتعزل الصوت عنه أو ليه ما يقدرش أنه هو يقف قدام قادي طبيعي طبعا بالنسبة لدكتور محمد مرسي هو التهم الموجهة ليها سخيفة جدا التخابر رئيس دولة من المفترض أنه بيتكلم مع كل بسي قتل متظاهر الاتحادية بالضبط أنه هو تضح أنه هو منهم تمانية من الإخوان المسلمين لكن أنا بتكلم على التخابر إزاي رئيس جمهورية يتهم التخابر وهو المفترض أنه مهمته أنه هو هيتكلم مع كل الجهات الأجنبية ويبتدي يعمل علاقة ليه لجنة الانتخابات العليا ما اعتقلتوش قبل كده ليه لو هو عنده قضايا ليه مر بكل الإجراءات دي من غير ما يتم اعتقاله ليه ما تمش اعتقال وزير الخارجية أو السيسي طيب فضع تسام رابع الأدوة في دقيقة واحدة هل رصدتم له بشكل مختلف أو بشكل ربما يتطفق مع طبيعة الحدث لأنه الأقوى أثراً والأكثر في الانتهاكات هو بداية رصدنا للأحداث في رابعة كانت عندما تمت زعت إشاعات أنه في غرف تعذيب وكده ودعونا فعلاً بالفعل إحنا وأمنستي لأن إحنا نيجي ونرائب الأماكن كانت أمنستي طلعت تقرير أنه هو بيتم طم قطع سبع شخص من الإخوة يعني المعتصمين قطعوه كده ولكن وهو أنكر ذلك وهو أنكر ذلك وهو أنكر ذلك بالزبط بالزبط فإحنا فعلاً رحنا وعملنا لجنة تقصيح حقائق وشوفنا كل الأماكن وما لقناش فيها حاجة يوم يوم المجزرة كنا طبعاً سمعين أخبار أنه هيكون في ضربه كده رحنا هناك علشان نوصة كنا موجودين طول الليل إحنا متوقعنا أن الضربة هيكون على الساعة 3-4 وقت الفجر كده فضلنا موجودين ما حصلش أي حاجة الصبح بدري يعني أول لما النور طلع كده روحت في مدينة نصر وبعد كده بفتح قبل ما أنام على طول بفتح تلفزيون لقيت أنه بيحصل فعلاً فضل فنزلت بالفعل ورحت عن طريق الخليفة المأمون وكنت شايفة القناصة من كل الجهات يعني على أسطح كل المنازل درب كثيف جداً الدنيا سودة في الصبح يعني الناس كده بتقع ما فيش أماكن يقدروا يستخبوا فيها الناس بتدت أنها تحرك العربيات عشان يمنعوا القوات أنها تدخل وتقتل المتزل هل رصدت من ذلك بشكل إحصائي في ربيع العدوية يعني أنا أعتذر فقط لأن هذه آخر نصف دقيقة في البرنامج رصدنا نعم نعم رصدنا وصورنا وقدمنا شكاوي للأمم المتحدة حول هذا الموضوع ويعني إحنا شهود عيان على المجزرة فبالتالي شهادتنا موثقة أكتر وأيضاً حقوقيين أثناء عملنا تعرضنا للإصابة والانتهاكات كل هذا يحسب أيضاً أمام الأمم المتحدة شكراً جزيلاً لك الأستاذة سلمة أشرف مسؤول الملف المصري بمنظمة يومان ريتس منوتور شكراً جزيلاً كما أشكركم مشاهدين الأعزاء وإلى لقيم آخر وحوار خاص اشتركوا في القناة